بدنا طالب حدق مش طالب شاطر هاي قاعدة بالعادة بحكيها انا طلابي من من بداية ما بلشت معكم من الصف التاسع والعاشر والان برجع احكي لكم اياها مرة جديدة احنا مندور اطلاب حدقين طيب رح تحكي له يا استادي هو الحدق شو بيفرق عن الشاطر شوف الاثنين درسين الاثنين امرهم تمام بس واحد ما بواجه مشكلة في الامتحان بالتوتر وبالوقت واحد للأسف بضيع نتيجة تعبه وجهده بسبب التوتر وبسبب الوقت كيف يعني اطرح لكم مثال بسيط شو موضوع ما سألت الوقت مثلا انتو عارفين هاي المسألة مثلا اثنين واي كمثال بسيط بدناش احكي اثنين واي لأ خلينا نبسط نمور اكتر عشان نبسط نمور اكتر بالنسبة لكم لين نفترض عنا هاي المسألة خمستاش واي شوف كيف تساوي خمس وسبين زاد ستين واي تربيع هاسع لو بدك تطلع النظرة بسيطة في المسألة اللي دي موجودة عنا تمام خلينا نجري تعديل بسيط بس عليها بغض النظر عن الحل انا بس في فكرة معينة بدي اوصلها لكم هون خمستاش وهون ستين بغض النظر عن طريقة الحل لها حل او ما لها حل بديش اطلب منك جد ناتج الحل في طلاب لما يجي يفكر بيقول لك هاي المسألة معقدة نوعا ما طب ليش بيقول لك طلع كيف ارقام زنخة يعني شو بدي اسوي بروح بيقول لك خمستاش واي تربيع تمام بنقول هاي عندها عطرفها ناقص ستين واي زاعت خمسة وسبعين فاهمين على كيف تساوي سفر ويالله قعد حل فيها معادل وارقام زنخة هاي طريقة الطالب الشاطر اللي ماشي على خطوات معينة امورك تمام صح انا فاهم عليك بس احنا بالعادة كيف نفكر بديش بديش تقو عند تضيع ساعة وانت بتفكر وانت بتحل احنا بدنا طالب قادر على الاختصار الطالب الحدق هو الطالب القادر على حل المسألة باسرع وابسط طريقة شوفت كيف اسرع وابسط طريقة بيجي الطالب الحدق بيقول لك طب خلاص ممكن اقسم على خمستاش عخمستاش عخمستاش بيقول لك هاي بتصير اربعة باي هاي شو بتصير بسير خمسة هاي شو بتصير واي تربيع شوفتو كيف الطالب بسط المسألة تبسيط مش طبيعي ابدا عرفتو شو المغزر بدي وصل لك بغض النظر في حل او ما في حل المسألة حل نهائي يعني الها حل او ما الها حل بس الصورة اللي وصلت لها يعني بدل ما اتعامل مع ارقام كبيرة انا صرت بتعامل مع ارقام صغيرة طيب نطرح مثال بصورة ثانية كيف يعني بصورة ثانية بصادف طلاب بيعجق حاله وبفوت حاله بالحياة هو موجود عنده اختصارات وطرق حل سريعة يعني مثلا طلعوا كيف ممكن طالب تسعة عستة وثلاثين زائد شوفوا كيف المثال البسيط ثمانية عشرين على سبعة الطالب بيقول بيقول لك استاد معاد انا بدي احل هاي المسألة الطالب الشاطر بالشكل عام الفهمة ان الامور اتمام بيقول لك راح انوحد مقامات بيضرب بستة وثلاثين بستة وثلاثين وبيضرب بسبعة بسبعة عسى انا كمعاد ما بقدر احكي له حلو خطأ ما بيطلع لي احلو صح بس يعني اطلع الوقت الاطويل رح ياخل ساعة هو يحل فيها صح فهون الخطأ اللي بيبع فيه الطالب الشاطر انه استهلك الوقت بسبب عدم حداقته فاحنا شوفوا كل الطالب ليش تغلب حالك ثمانية وعشرين على سبعة اربعة تسعة ستة وثلاثين بسطها على تسعة واحد على تسعة اربعة صارت واحد على اربعة يلا واحد مقامات ضرب اربعة ضرب اربعة اواحد هاي المقامات ولا المقامات اللي قبل شوي سيئة جدا ارقام زنخة فبيصير واحد زاعب ستاش عبارة عن سبعتاش على اربعة وكان الله بها والله يعطيك الصح والعافية منخص الكلام اللي بدي اوصل لك اياه انه احنا كمعلمين منفهم الطالب شو كالاتي مهم جدا الطالب يتعلم اسليب وطرق الحل للسؤال حتى لو كان في اكتر من طريق نعم ومهم جدا انه يستكشف ويدور على ابسط واسرع طريقه هذا الابداع بتكون مع الطالب بسرعة الحل والاختصارات متى مع كثرة التمارين الرياضية والحل على الورك ومع كثرة انه حل حاله مش يقعد يطلع على الاجابة وينسخ الاجابة دير بقى لكم انا هون بحذر الطلاب كل ما انت اعطيت مجال لراحتك انك تستكشف وتدور بالحل كل ما بتلاقي اساليب طرق حل سريعة بتصل فيك الامور انك انت بهذا السؤال اختصرت دقيقين بهذا السؤال اختصرت دقيقة بهذا السؤال اختصرت نص دقيقة بتلاقي توقع تلالامتحان انت نختصر نص ساعة بس خطوات بسرعة الحل عرفتوا كيف بتصير مش دي الموضوع معكم الطالب الشاطر يعني غير غلطة حداقة الوقت اللي بتميزه عن الحدق الطالب الشاطر هو الطالب اللي ما هيأ نفسه وحل الامتحانات وتدرب على الاسلاء كيف يعني؟ في طلاب ما شاء الله تبارك الرحمن بيضرب لك المادة من الجلدة للجلدة من الجلدة للجلدة الدراسة وحل الاسل لكل شي بس مشكلته ما تدرب على بيئة الامتحان ما اجي حط حاله في تايمر في مراقب رايح جاي في امتحان بيحله شوفت كيف؟ في بيئة عجقة حوالي ازعاج ضرف صوت اي اشي وبالتالي ما تدرب عهاي البيئة فلا سمح الله لما استرمع اي ظرف مثلا يجي عليه مراقب يقول هويتك هو بحل سؤال لما يعطي الهويهات بين عجق بيفوت بالحيط وبين سكون شو بيتوتر وبخاف هاي غلطة الطالب الشاطر ما عنده تجربة بهاي النقطة لازم انت كطالب تفرض حالك تجربة معينة بيئة معينة انا عارف حالي بتوتر خلاص يعطي كلاف ليش بتوتر؟ والله بتوتر بس يكون فيه تايمر شغال بالعجق طرح في كتير طلاب خصوصي انا بدرسهم بعطي السؤال بيحل له مراهته اذا قلت له معك دكتين ثلاث دقائق مثلا بيفوت بالحيط ولا بيعرف يمشي بقول له معنا لازم تتوتر لازم تتدرب على هاي النقطة تعود حالك خلاصه تحط لك تايمر تعود حالك تحل السؤال اللي بيكون فيه ورقة بيضة فيه طلاب جيبوا على الكتاب بحل عدفتر وننخربش عليه بحل بس اعطيه ورقة بيضة حل عليها والله بيفوت الحيط فدير بالك يا استادي كون طالب حلك بتحل بابسط الطرق بتتدرب على تجارب التوتر بتكتشف شو الاشياء اللي انت عندك خطأ وتقسير فيهم انا بني ادم بنعجقنا ما اسمع صوت عود حالك على حل الاسلام وجود صوت انا بني ادم بنعجق لما يكون فيه تايمر اختبر حالك وحط تايمر وانت بتدرس انا بني ادم لما شوف ورقة بيضة بفوت بالحيط تقول لي حل عليها اتدرب على الموضوع هاي والله نصيحة لكم لانه احنا والله بنشوف اخطاء الطلاب ترى الطلاب لا تفكر ان بيخطاء خطأ يعني بيكون السؤال والقانون صح بس غلطان غلطة تافهة ترى فيه مرة غلطة كمان طالب ما شاء الله تبارك الرحمن من طلابي جاب مية ستة بسعين بالفيزة بين 200 ترفشو الغلطة اللي ضيحها والله هي هاي كان ضمن الس ناقص اربعة مش ناقص ثلاثة شوفت قد ما هي بسيطة اشي بعدد بروتونات الالكترونية بالفيزة النووية بلا شوي احداش ناقص اربعة قديش? كلكم عارفين الاجابة صح? سبعة ترفع طفته شو حاطها? تمانية والله العظيم انه حاطها تمانية يا زمان ضيع اربع علامات هيك ملاش لانه هو طالب متوتر العجق ترف كيف قال لي انا كيف ان عجقتها? كيف ان عجقتها? واحد من الطلاب سأل المراقبة بس كدش ضايل? المراقبة بتساعد نحن قايل ضايل ربع ساعة. فهو اللخم فات بالحيط فهاي غلطته دير بالك يا استادي كون طالب حدق في الثانوية العامة ما تكون طالب شاطر حدق بتتدرب شاطر بالوقيت بتعرف تدبر حالك حدق فهمان واعي اي ضرف بيجي عليك بتعرف تتعامل معه هون الحدقة الله يصر عمركم ويكتب لكم الخير وفرح قلوبكم وقلوب اهليكم باعلى العلامات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى